في موضوع آخر أبرز السفير اليمن بالمملكة عزدين سعيد الأصبح يمسن ثلاثاب رباط محاضرة تحت عنوان المشترك الثقافي بين المغرب واليمن أبرز الأبعاد المتعددة لهذا المشترك بين البلدين وأكد السيد الأصبح في هذه المحاضرة التي يلقاها ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة أن العلاقات المغربية اليمنية تحكمها أواصر مشتركة قوية بحكم التاريخ والهجرات المتبادلة التي أدت الانتقال الكثير من عناصر التراث الثقافي بين البلدين كما ركز الدبلوماسي خلال هذه المحاضرة على البعد الجغرافي بين البلدين مشبها إياه بقوس المحبة التي تجمع الوطن العربي أوله باب المنظر بالمحيط الهندي وآخره مضيق جبل طارق ترجمة نانسي قنقر